بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل ديكور بالستلس او الستيل الدهبي اللي حراركم شايفينه ده طبعا احنا كنا نفزنا الديكور ده على حيطة سودة رخام اسود وكنا نسمينه جالكسي كريستال فالنهاردة ان شاء الله هنفزه بناء على طلب العميل هنفزه على رخام بيج او رخام بريشيا داينو المعروف اللي هو رخام مستورد تمام طيب انا بجيب شريحة اللي استلس وبحطها في المكان اللي هتتركب فيه وبديها علامات كده طبعا انا بعلم على الشريحة نفسها علشان القطعة تيجي بميل زي الشريحة اللي راجبه فوق وتلحم معها زي ما انتم شافين كده وبقص بميل على حسب العلام اللي انا خدته المهم بعد ما صنا الشريحة بتاعتنا بنفرد بقى السيليكون ده سيليكون شفاف بفرد سيليكون في نص الشريحة يعني ما بجيبش بحاول انها ما بجيبش على الاطراف كويس كده عشان نحافز على الجلد بتاعنا ما ايه ما يبصش شايف بفضل الله القطعية جاية مظبوطة مية في المية اه بعد ما نفك اللزق هتبص تلاقي تحس ان ده او الجلد ده قطعة واحدة بعد كده بقى ايه بجيب البدرة المعجون البدرة ده معجون البدرة اللي هو بيقفلوا بيه اه الواحي جيبسون بورد تمام وده بيتعمل بيه معجون الحيطة يعني احنا بن معجن به الحيطان في المراحل الاولى في آآ آآ قبل المعجون يعني بن معجن بالحيطان في المراحل الاولى لما يكون الحيطان غشيمة ومش حلوة او خشنة ممكن نسحب منه سكنتين كده بس انا طبعا بضيف عليه الغيرة علشان خاطر آآ يكون قوي لان في ناس ما بتضيفش عليه الغيرة فبيبقى ضعيف وبيبقى ليه مشكل بعد كده تمام طيب بعد ما عجلنا العجين بتاعنا الممتاز وزودنا غيرها كويس يعني العجنة دي مسلا حوالي تلتة بس سلة حطت عليها حوالي نص كيلو آآ غيرها وباجي بقى بمعجن الحروف بتاعة الجلد يعني الحروف بتاعة الستيل دي الشرايح بمعجن الحروف بتاعتها عشان نسويها مع الحيطة دي فكرتنا بفضل الله تعالى آآ واحنا كنا اول ناس نفزنا الموضوع ده تمام كده تمام طيب بعد ما عجلنا اللون بتاعنا اللي هو اللون آآ الكافي ده يعني هو يعتبر لون كافي بس يعني ايه آآ مكتوم شوية بطلع البنطة بتاعة التقليب من آآ الجلون بالمعجون بتاعها وبقلب او ممكن اخد سكينة معجون من الغامق قرميها على المعجون لا بيض واقلبوا بحيس ما يبقاش المعجون ابيض يبقى المعجون كافيه بس ايه فاتح زي ما انتم شايفين كده هو وطبعا عملت حتة معجون غمق لونها بني آآ يعني نفس اللون اللي المعجونة كده بس غمق شوية غمق غمق يعني تقدر تقول عليها بني ماشي شغال خليها بني ماشي بس بني محروق شوية بعد كده باخد المعجونين على بعض عادي ممكن تاخد الكميتين قد بعض الفاتح والغامق وتاخد تشعرات كده من اللون البني طبعا هنا انا بقول لك انا واخد البلاطة اللي عاملها على يمين دي واخدها ميلا من ناحية الشمال اللي يمين لتحت كويس والتانية دي هاخدها عكسها آآ بص كده عايزك تركز معايا بقى وانا بقطع الرخام عشان في ناس بتشتغل بزوية خمسة واربعين دريك كده اكنه ماشي على مسترة يعني اكنه ايه معلم علامات وقال انا همشي على علامات دي يا جماعة لأ بص انا هوريك بس انا ايه انا بشتغل ازاي ممكن السكينة بتاعتك تمشي في اي اتجاه يعني امشي بالسكينة في اي اتجاه يعجبك واخد بالك اه تمشي كده يمين تمشي شمال تطلع الدائرة تنزل مع المحور ايه من اللي انت عايزه ماشي هيطلع معك الشكل جميل جدا يعني ما تقولش يا ده هم لازم ان يمشي كده لا اشتغل زي ما انت عايز هتطلع شغل جميل هوريك طبعا بلطة تانية بص بص انا ماشي ازاي يعني شايف مش في اتجاه واحد اهو القطعة دي كنت اخدها من فوق لتحت وبعد كده عوقتي ايدي ولفتها يعني بص اهي على رأيي نيت حتشالة بلفتها لك لفت جاتوب تمام كده تمام بص حبيبي اهيه شايف طبعا فيه شغل كتير العشوائية فيه بتبقى جميلة جدا خصوصا شغل الرخام يعني خصوصا شغل الترخيم وكل مكان الترخيم او الشغل الرخامي ده اه من الوان الرخام بيبقى اكثر واقعية يعني بقى اكثر واقعية لما يكون من الوان الرخام طبعا اللون الرخام اللي انتو شايفينه ده اه رخام ايطالي اسمه بريشيا داينو والرخام ده على فكرة غالي جدا يعني مش رخيص كويس فكون ان احنا نعمل حاجة يعني اه يعني حلوة وسعرها كويس او يعني بخامات في متناول ايد فدي بتبقى حاجة جميلة جدا جدا يعني وبتخلي المكان ليه شكل جميل ادي الشكل الرخامي اللي احنا قطعناه بصوا التفاصيل بتاعت العروق بصوا تفاصيل الرخام طبعا الشكل مش هيكمل الا ما نلمع ونشيل بقى الايه الستيل طبعا ده الجنب بعد ما خلص اهو هنبتدي نصنفر بقى بصنفرة تلتمائة وعشرين طيب انا بقى ده ايه ده السيلر الاخشاب جبت سيلر الاخشاب حطيت عليه مسلا حوالي تلاتة كيلو تنر يعني حجم العبوة بتاعت السيلر حطيت حطيت اديها تلاتة تلاتة كيلو يعني العلبة حطيت عليها تلاتة كيلو طيب بعد ما رشيت السيلر بعد ما رشيت السيلر هجيب ورنيش الدوكو ده ورنيش دوكو لامع هجيب ورنيش الدوكو وهفضيه في العلبة دي طبعا العلبة اللي كان فيها السيلر هفضي كيلو ورنيش الدوكو ده واحط ادي الورنيش اه اتنين كيلو تنر يعني هاملة العلبة دي مرتين تنر وخفف بيها اه الورنيش وممكن مرتين ونص هطلع بقى هروش صنفرة خفيفة كده على السيلر اللي انا عملته عشان لو فيه اي اه رايش او اي يا حاجة طلعت من المسدس كده عاملة خشانة بصنفر كده بالصنفرة التلتمية وعشرين على خفيف وباجي بقى بالورنيش ابتدي ارش بلاطة بلاطة ورص كده جنب بعضه وبص كده المح كده في الضوء اه في حاجة اخدت ولا ما اخدتش كده بالطريقة دي وبعد كده جبت ستوبين حتة قطن كبيرة احنا بنقول لها ستوبين والاسترجاء بقول لها ستوبين ستوبين قطن كويس وبقى بقى اللي بقى الستوبين ده حتة اه ورنيش وباجي اه خادم الجنب بتاع زي ما انتم شايفين بلاطة بلاطة كده ببتدي اخدم فيها طبعا لمعة الرخام بتبقى لمعة اه يعني لمعة الورنيش بتبقى لمعة رخامية جميلة زي ما انتم شايفين اهو في الصورة تمام اللمعة موجودة ما فيش اي مشاكل وهادية وجميلة جدا والحيطة نعمة زي الحرير نفك بقى الاستيل او الاستيكر زي ما انتم شايفين اهو بالشكل الجميل احراركم مشوفته ده طبعا اتمنى الفيديو كون اجعب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان يوصلكم منها كل جديد تمام? اه ضيفت كمية من الاصفر وكمية اقل اه مسلا بخمسة وعشرين في المية اه من لون الاحمر وظهر معايا اللون المشمشي هو او اللون المنجاوي او اللون السمون الغامق تمام كده اهو طيب الكمية التانية دي انا هعملها لون اخضر جنزاري بضيف اللون الاخضر للجنزاري وطبعا الملونات دي كلها موجودة في السوق يا جماعة يعني معروفة اللون الغامق واللون الفاتح يعني فيه اخضر فاتح واخضر غامق آآ باخد بقى اللون الاولاني وبدهم به الحيطة بتاعة الاساس بتاعها هيبقى اللون تمام كده بدهن الجدار كله وشين وبعد الجفاف آآ بابتدي بعمل الشغل بتاعت بعد الجفاف بجيب اللون اه الجنزار اللي انا عملته وبخفه آآ بخفه بخليه سلس يعني ما بخلوش ايه تقيل بخفه خالص بالمية بخليه سلس وباخد حتة قماشة او حتة سفنجة وابتدي افرد اللون عشوائي كده وامسح في اماكن وايه آآ وخفف في اماكن من خلال الالوان اللي انا شغال بيها دي سواء الورنج او الاخضر الجنزار طيب بعد ما خلصت والجدار بتاعي نشف بجيب المتر وبقيس مسافة خمسة وعشرين سنتي وحط نقطة وبعدين سبع سنتي وحط نقطة يعني خمسة وعشرين سنتي وبعلم علامة وبعد سبع سنتي بعلم علامة كمان طبعا اللي هيتعمل في الجزء اللي فوق هو اللي هيتعمل في الجزء اللي تحت ونفس الحكاية في اليمين وفي الشمال آآ بعد كده بجيب الاستيك علشان اعلم العلامات دي وانتو هتعرف دلوقت انا بعلم العلامات دي ليه كل النقط اللي انا عملتها بشد عليها استيك زي ما انتو شايفين الخمسة وعشرين والسبع سنتي اهو بالطول وبالعرض باخد العلامات بتاعتي بالشكل ده ومعايا المعلم محمود غريب اهو منورني بشد الاستيك معي تمام كده اهو هتلاقي فيه مربع صغير آآ هي سبع في سبع وانا قصيت آآ قطعة كرتون سبع في سبع زي المربع بالزبط ونفس المقاس بحيس ان انا حطها وظلل عليها المربع بالشكل ده طبعا فيه ناس بتدهن المربع كله بالبوية بس انا ما بحبش هدهنه ايه كله زي ما انتم شايفين كده انا يا دوبك بس بحدد المربع لان المربع ده هو هيبقى الدليل بتاع اللي انا هشتغل عليه طيب جبت حيطة قماشة مبلولة ومسحت بقى الايه العلامات اللي انا عملتها بالاكسيد زي ما حضراتكم شايفين كده وبعدين بجيب آآ قطعة كرتون او قطعة خشبة طبعا الخشبة افضل لان انا بقدر اخرم فيها بالشينيور آآ الكرتونة بتفات فيها فبعمل فتحات بالبونت اللي اربعتاشر آآ بين كل فتحة وفتحة اربعة سنتي ومن الحرف لحد الفتحة دي اتنين سنتي يعني من بره من على الحرف بتبقى المسافة اتنين سنتي وبين كل فتحة وفتحة آآ اربعة سنتي لك اهو بحط كده قطعة الخشب وبظلل عليها من تحت كده بتقل في الخط الاولاني بتقل البوية وبطلع على خفيف بحيث ان الظل يجي مسحوب يعني ما بقاش ايه متحدد تمام كده وباجي بقى في الفتحات دي وابتدي آآ ارش جواها البوية بتاعت بحيث ان هي تديني آآ شكل يزهر معايا في الاخر ان هو شكل دبابيس آآ او شكل مصامير حديد تمام كده طيب طبعا هو الشكل ده بيسموه ضفيرة او آآ نسيج باجي في الفتحات وادي ايه البوية بتاعتي خط بالطول نفس اللي انا عملته بالزبط آآ آآ بالعرض هيعمله بالطول برضو بحط القطعة الخشب على وش المربع كده اهو وببتدي اظلل وانا داخل على جوه تمام كده اهو والعكس برضو هيخلي الظل يقابل الظل من ناحية التانية والآآ الفتحات دي بتتظلل بس بتبقى داخل جوه آآ المستطيل بتاعي مش بتبقى يعني مش بتبقى جوه الظل اهو زي ما انتم شايفين كده اهو اهو بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين المنطول سهل جدا جدا فيه ناس ممكن ما تقدرش اشتغل مثلا بالآ بالمسدس الراشي ممكن يشتغل بعلبة سبريه آآ وابتدي اخد وحط نقطة كده جوه الآ الدائرة السودل او الدواير السودل انا اعملها بحيس انها تزهر معايا اكنها آآ مصامير او دبابيس حديد تمام اتمنى رب الفيديو كن عاجب حضراتكم وما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك الفيديو علشان يوصلوكم منها كل جديد بتعمل عليها ديكور القطيفة او البرل النهاردة في الفيديو بتاعنا بازن الله هنعمل ديكور القطيفة آآ بطريقة الخداع البصري آآ السري دي آآ طبعا احنا كنا نفزنا الديكور ده قبل كده بالآ على آآ آآ شغل الترخيم وآآ قبل كده برضو نفسته على شغل سادة فالنهاردة ان شاء الله هننفزه على آآ ديكور القطيفة او البرل تمام طيب اول حاجة الجدار اللي عندي كان واخد معجون سكنتين معجون يعني متجهز آآ حرك بتجهز الجدار بتاعك سكنتين او تلاتة وده دهان آآ مط بلاستيك مط اللي هو آآ دهان مائي مط مط في يعني مش لامع آآ بندهن منه الشيء تمام بقسم بطريقة عشوائية زي ما حضرك شايف كده اللازق اللي معايا ده طبعا عرضه خمسة سنتي بلزق الجدار بالشكل اللي يعجبني آآ او بشكل عشوائي زي ما انا عايز تمام الشكل بيبان آآ شكله جميل جدا جدا وحاجة فخمة جدا آآ ان شاء الله يا رب الديكور يعجبكم طيب بعد ما دهننا البلاستيك بتاعنا اللي هو المط الدهان المائي وقسمنا الجنب باللازق كده بجيب بقى دهان البرل او القطيفة معايا وبالفرشة كده بدي وش آآ احنا بنقول اكسات وش اكسات بالفرشة عشوائي برضو كده طب الحركة ممكن تستخدم في الواجه الاول ده الرولة تدهن وش بالرولة والوش التاني ايه تعمله بالمالك زي ما هيجي معانا في آآ باقي الفيديو بعد الوش التاء الاولاني بدهن الوش التاني بس برمي خامة شوية يعني ايه يعني بزود الخامة شوية على الحيطة بحيث انا لما اقطع بالمالك التقطيعات بن معايا حلوة وما تنشافش الحيطة معايا بسرعة آآ باخد نص الجدار كده وبعد كده بجيب المالك البلاستيك وببتدي ايه اكوي القطيفة بتاعتي طبعا باكوي مرة وبتكون شمعت شوية او نشفت شوية باجي كويها مرة كمان علشان تديني آآ التأثير بتاعها الجميل اللي هو التأثير العشوائي آآ بتاع القطيفة آآ طيب اللي بعمل ايه انا باخد الاجزاء اللي انا القطعة اللي موجودة عندي آآ باخد الجزء الاعلى فيها وجنب اليمين بغبر عليهم باللون الابيض بعمل عليهم اضاءة طبعا احنا الشكل دلوقتي مش بان قدامنا ولكن لما يتفك اللاز الشكل هيبان معنا بالكامل حاجة جميلة جدا آآ زي ما قلت لك باخد الجزء الاعلى وجزء اليمين آآ بالمسدس كده باللون الابيض على خفيف يعني مش ضرورة تأء الابيض كتير علشان الجنب ما يبصش منك وما يبقاش ايه يديك الشكل المطلوب كل مكان اللابيض خفيف كل مكان افضل طيب نفك بقى اللاز اهو فكنا اللاز بقى دي كور القطيفة بالمنظر ده طب هو كده خلص لا لسه مخلصش طبعا لسه في شغل هتعمل تاني دي طبعا حاجة كده زي مسترة معايا دي شريحة ستيل بس يعني حتة كانت مقصوصة قصيرة آآ انا بحطها كده وعلى بزبطها على حرف القطيفة وبظل الجزء ده بحيس ان هو يديني عمق يعني بمشي الظل كده يعني بص حاجة بسيطة جدا يعني كد يكون يعني الدهان مش طالع من مسدس لون خفيف يعني اسود خفيف جدا بحيس ان هو يديك عمق لو زاد ما اكل الاسود هيعتم وهيبقى شكله مش حلو واخد بال حضرتك فانت بتدي غبرة خفيفة جدا ما بتتعداش الصنطي ما بتتعداش الصنطي ان دي كل ما بظلل كل ما بيبان معايا اللاموزك ده آآ يعني بارز آآ في عمق تمام في عالي وواطي زي ما احنا بنقول آآ حتى كان معايا عميل النهاردة زبوني يعني قورت هالو افتكر ان ده يعني ايه آآ حاجة بارزة وحاجة آآ غاطسة بيقول لي طب الغاطس ده خشب ولا ايه آآ فلا شكلها جميل جدا فعلا طيب بعد ما ظللنا بقى الاجزاء دي بجيب المسدس وباجي بقى فوق الابيض شوف الابيض اللي احنا عملناه الاول بحط المسطرة اللي معايا دي وفوق الابيض بص يعني بقى يعني ما بطلعش بويا من المسدس يعني يا دوبك عفرة خفيفة جدا بس تحدد لي الابيض ده تظهر لي ايه تظهر لي الابيض يعني بص اقول لك ايه ما تحط حط هوا في المسدس ما تحطش ما تحطش بويا اقول لك ايه ما تطلعش يعني بويا عفر بس يعني حاجة بسطة جدا طبعا اه الشكل بعد ما خلص جميل جدا اتمنى يا رب ان الفيديو تكون عاجب حضراتكم وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو علشان يوصلكم منا كل جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم غريب محمد